أنا عادي اسمع رايك في في ماتش الزنالك المهداة قبل ما اخش كبان مع خليفة على الحالات الفردية فيهوز زيزا مالك النهاردة فوق الفلق والفلق النهاردة كيدفاية كبان طبعاً النهاردة عاودت العلاقات ما بين لعيبة نادي الزمالك وجمهير نادي الزمالك مكسب نادي الزمالك النهاردة قام بمباراة كريم كتيرا جدا جدا مش بس التلت نقط ولكن بقنا لنا كتير من أول السنة التلت شهور بالظبط ما شفناش نادي الزمالك بالقوة دي بالرغبة دي بالعزيمة دي وبالروح اللي موجودة كانت عند اللعيبة من أول ديقة في الماتش نادي الزمالك كان ضغط ضغط عالي وكان فيه رغبة كبيرة جدا في المكسب وده يمكن يرجع لأسباب كتيرة جدا ويمكن أهمها كريم النهاردة من فترة كبيرة جدا ما شفناش نادي الزمالك بيلعب تقريبا شبه كل واحد في مكانه كل واحد في عدلته زيزو أفضل لعب في مصر حاليا بيلعب على الحتة بتاعته الوينج اليمين بيعمل لك النهاردة أسستين أحمد فتوح الحلقة المهمة اللي كانت مفقودة عند نادي الزمالك النهاردة هو واحد من اللعيبة اللي لو أنت بعدك شعيف نص الملعب يطلعك أحمد فتوح بيقدر يطلعك بمهارته والسويتشات اللي كانت بتحصل بينه مصطفى الشلبي فالنهاردة مباراة رائعة لنادي الزمالك وعوزه لك كريم أنك كسب المباراة سريعا أن أنت هتبني على المباراة دي مباراة الدوري الفترة اللي جاية ومباراة إن شاء الله شباب بولوزاد من نادي الزمالك يموفق فيها فهي إن شاء الله تكون نقطة تحول للزمالك في الموسم ده عظيم جدا طيب